السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورجعنا معكم مرة أخرى بفيديو جديد رانا مع يوميات فلاح هنا دخلت لجنال أول شي بديت به بديت نلقط هذا البرشيم لقيت هنا بعض النخلات لاح والبرشيم ياسر نواصل نلقط البرشيم بهذه الطريقة من كل النخلات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل رأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أوثارة من علم إن كنتم صادقين ومن ضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا فحر مبين أم يقولون افتراه قل افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيدون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن اتبعوا إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل رأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظائك الظالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إذك قدير ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لتنذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالدين حسنا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أنا أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأنعمل صالحا ترضى وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أفل لكما أتعدانني أنخرج وقد خلت القروض من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول فيه أمم قد خلت من قبلهم من الجن ونف إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا ولنوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستفدرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر خاعادني ذا انذر قومه بلحقاف وقد خلت النظر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتافك معنا لهتنا فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض منطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب نليل تدمر كل شيء بأمر ربها فأطبحوا لا ترى إلا مساكنهم كذلك نجزي الحوم المجرمين ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم صمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يشحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا آيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربان نالهة بلدلوا عنهم وذلك عفقهم وما كانوا يختارون وإذ ثرفنا إليك نصرا من الجن يتمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنفتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا ننزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب نليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أولم يرون الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر بقادر على أن يحي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على الناس عليك هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بها كنت تكفرون فاسبر كما صبر أولو الأزم من الرسل ولا تستعجر لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون هنا بعد اللي كملت كل الأعمال في جنان هنا رجعت للدار أول شي نرجع للدار نبدأ به بريت نخدم هنا للزوائل لأكل انتاحم هنا حطيت القليل من النخالة كما قلت لكم في الفيديوهات السابقة دائما النخالة ما نكثروش منها لأنها تسبب التخمة للنعاش نعطوهم كمية منها وبعدين نكمل إليهم بالكمية الأخرى هذا هو البورشيم اللي كنت نلقط فيه هنا راني ضفته إلى النخالة وراح نضيف كذلك القليل من الخبز اليابس وبعدين نعطيهم الشاعير هنا نواصل نقطع هذه الخبزة اليابسة ببيدي نقطعها نكمل هذه الكمية هي راي كمية قليلة فقط وهذاك البرشيم آآ آآ فيه القلمة آآ فيه شوية طراب غني قلعتها ونديروا ليهم معه حتى هو أنا متأكد انهم ما رحش يأكلوه لأنهم آآ دائما هاد الأيامات اللي نهار اللي يكون في البداية ما يبغوش يأكلوه حتى يتعودوا عليهم بعدين يولوا يأكلوه النخالة آآ تسبب آآ التخمة للنعاج لذلك يفضل أنها تقدم لهم بكميات قليلة ونضيفوا لهم شيء آخر مثل عشب أو حاشج هنا خدمت الحليب هنا لهذاك الجدي آآ نبدأ نعطيه الحليب حتى يتركني أدخل أطعم آآ النعاج الثاني نواصل نعطيه الحليب وبعدين ندخل الوكيل للنعاج إن شاء الله ينال إعجابكم هذا الفيديو كانت فرجة ممتعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر